كبيت من زجاج تبدو إيران لاحصنا منيعا كما زعمت على مدى عقود يظهر ضعفها الأمني والاستخباري في عقر دارها مع عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اختراق أمني ليس جديدا على إيران فقد سبقته عدة اغتيالات خلال السنوات الأخيرة لعلماء النوويين وقيادين في الحرس الثوري وفيلق القدس وتنظيم القاعدة لا تفاصيل رسمية من إيران وحماس حتى الآن عن تفاصيل العملية فاكتفى خليل الحي نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة بالقول إن الاغتيال تم بصاروخ استهدف الغرفة التي كان يوجد فيها هنية بالمقابل شهدت الروايات الإيرانية غير الرسمية حالة من التصارع فيما بينها بأخبار متناقضة فتزعم وكالة أنباء فارس المقربة من الحرس الثوري أن هنية كان يقيم في مقر إقامة خاص لقدام المحاربين في شمالي طهران زعم دعمته وسائل إعلام إيرانية أخرى ببث صور قالت إنها للمبنى المستهدف في حين تشكك وكالة تسنيم للأنباء المقربة أيضا من الحرس الثوري في هذا الزعم من دون ذكر شيء عن مثل هذا الموقع التضارب في المعلومات أيضا عن السلاح المستخدم في الاغتيال فتنقل وسائل إعلام إيرانية عن مصدر وصفته بأنه رفيع المستوى أن التقييم الأول لطهران هو أن الاغتيال تم باستخدام طائرة كواد كوبتر صغيرة بعد معلومات من فريق هنية الأمني في حين ينقل موقع إيران بالفارس عن محلل عسكري قوله إنه بحسب تصريحات من الجهات المسؤولة فإن صاروخا مضادا للدروع أطلق من مبنى قريب على المبنى المستهدف دخل غرفة هنية من النافذة وإنه بحسب نوع العملية يبدو أن الصاروخ المضاد للدروع من نوع عائلة سبايك مستبعدا استخدام الطائرات من دون طيار الانتحارية ومع كل هذا التضارب في الروايات والتفاصيل المبهمة يطرح اغتيال هنية كثيرا من إشارات الاستفهام ويطلق العنان للمحللين في محاولة لفهم تفاصيل هذا الخرق الاستخباري الكبير لطهران كيف نفذ وما تفاصيله وهل من متورطين فيه من البيت الداخلي الايراني